جميلة وزي الامر اسمها على مسمى والامر هو اللي زيك لكن وانتي احنا قولنا في الاول ما اعتمتيش على جمالك لان انتي فعلا جميلة بس لو جالك دور بقى حد شبح كده عارفة ايه هتعملي ايه بقى في الحلاوة الزنادة دي في الحلاوة اللي بقى تزيبت جامليني والله مش عايق علاقتك ايه بالقصة هل انتي مقرارة بديت بقى جزء من الايدنتيتي بتاعتك الاهوي والله القصة دي 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 حياتي انا بقى لديها عشرين سنة عشرين سنة طرفين انا الناس تياشك لي من غيرها يعني انتي من انتي في المدرسة وانا بيبي اه اه لا وانتو بيبي ده انا نفسي اللي اقلكم طبعا في صور يتجنني انتي وانا يعني ده تلاقييه بالقصة اكيدا اه اه بس محضرين بيبي انا 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 ناس جاهزين جدا طبعا انا انا فرح لقى ليكم صور بقى تتاكل اقطت قطتين وبنسبة مامي بقى والقصة يعني كنت بتقولي وانا بتفرج بقى بيقولولي رأيهم مين بتهتمي برأيه اكتر احكي لنا في الم منذرت انت في المدرسة ات تخرك وانتت في المدرسة بتاع الجماعة وانت خرجت على انه انجل هالموضوع ده بس agreements تع sought void بي وتاخدي رأيي هانا ولا مامي أكتر مامي وهانا ونور اخواه اا اه 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 انا بخد رأيها ايه تبعاً عشان يعني هتقولي كل حاجة خبرة كبيرة يعني حتى في الكمدي ايه هنا بموت فيها اه اه فالكمدي ايه خصيرة اه والكمدي اه في الدراما بس الخبرة الغربة باختر بتاعت ان هي بقى لها سنين فطبعا تفرق تفرق لا وفي القامة دي هانا بتلاقيها الكاتكوتة الرئيئة دي قلبت فجأة وانا تصايع كده انتو فين هنا في رحلة هنا كنا في مهرجان حلو قوي قوي بس فبياخد رأيها طول الوقت بصراحة حتى في عصابة عظيمة لها قلت لي حلو قوي برافو انت عدلت واحد اتنين تايتها كناش حبينه طيب لو حصل اختلاف في الرأي يعني كل واحد قال لك انت كويسة هدي لأ هتغدي رأيي مين بيخد اللي بيقولي لأ اخي راجع نفسي في اللأ لوح اكتشفت لأ انا هو فعلا مش فاهم قوي او اي لا ونور اصغر منكو بدي اصغر نور اصغر مني بخمس سنين ازغادها رأي يعني بتغدي رأيها بردو انت واستني يا لأ حسها بدي جمهورك دي طيب انت عايزة تعملي ايه في حياتك في الفن مشوارك الفني وبعدين بردو اكيد ماما كل شوية هيا فرح يا حبيبتي مش هنفرح بيكي بقى يا لأ بوس يا طلعاني دورة يبقى جميلة شرين للأمر فاكيد مامي مش سايباكي بردو فطب لو جي فارس الأحلام بقى وقال لك لأ بوس يا فرح يا حبيبتي احنا بقى فيش تمثيل وخلاص هي حلوة لحد كده انبسطنا ومثلنا وكده وخلاص بقى ييجي بس بقى نشوف لما يجي الاول درد لما يجي الاول نبقى نشوف والله يجي بعين نتفهم يجي الاول ونشوف الموضوع مظنش عايزة دودس يعني مع عمري بحياتي ما تنزل فيها امتى ممكن انت تتنازلي عن حاجة عشان خاطر الراجل ده لا عمري ما تنزل عن اي حاجة عشان تتنازلي عن الفن عشان خاطر الراجل عشان خاطر اهلي امي واخواتي اه لكن عشان خاطر الراجلة تنزل لا طبعا دي المرأة القوية تشتغل يعني انت لما بتشتغلي تقوي عشان لو حصل اي حاجة تعرفي تبعادي وتبقي مستقلة بنفسك طبعا والراجل الضعيف هو ليخاف من الست القوية والست اللي بتشتغل طبعا يقولك انت خرجة اعلام يعني ممكن تشتغلي مزيعة يعني لست كنت بقول كده مبارح الراجل اللي عنده ثقة في نفسه هو اللي بيشجع ويدعمك وينجحك ويبقى فخور بيكي الراجل اللي هو ما عنده ثقة في نفسه يقصر في مقذيفك طبعا لي بقى انا عندك استعداد تقولي اما يجي الاول لما يجي الاول عشان يجوا بعد كده هنقولهم لا رجلوه بعدين اقوله لا